جمال الروف صراحة كمية اسئلة وكمية انهيارة الروف معادي ما توقعت صراحة توقعت الارضي اكثر بس هنا لا يعني شي شي عليه كومنز مطبيعي كان الحمد لله كثير اعجبهم طبعا سبرايز مومنت كانت بوجود مسبح برا يعني ما كان متوقع الواحد برق الروف بلقي المسبح وكيف اطلالت على المساحة الجميلة اللي مفتوحة كلها على بعض طبعا فكرتنا هنا بالتصميم الداخلي قسمناه اكثر من زون عندي الزون الاول اللي هي داينينج مع فكرة الكيتشنات طبعا نفس شي استغلنا العمق الموجود هنا عملنا كلها كيتشنات مع عملنا عناصر يحتاجها العميل خاصة ان هذه جلسة بتكون عائلية وفيها اكثر من استخدام بالنسبة للطاوة الطعام شايفين كيف دمجنا بين اللون الابيض والاسود بالماربل كمان نفس شي حتى اقل التفاصيل بالصحون التفاصيل الثانية كلها عكسناها مع الالوان كيف دخلة التوتش الاسود بالمكان الجدار هذا ما شاء الله مرة كبير فحبينا انه نعطي دفء للمكان باستخدام الخشب الخشب كلها جوز وكيف شايفين العروق جدا جميلة وعطتني عمق وبرضو فخامة للمكان فهذا عبارة عن كلادينج بعدين عملنا وول كوفرينج هذه ارت بيس كلها عاملة هاندمين فتشوفون حتى كيف انها صايرة رفلي كذا الفينيش حقها اعطاني كذا افكت مرة جميل العين عليها فعلا فعلا بيس اف ارت من اكثر القطع عجبتهم بالنشروع كارتورك هذي وبجيب لكم الوحدة هنا كمان جدا طلعت خيالية الحمد لله بالنسبة للمنطقة الزون الثاني اللي هي جلسة اللي عملناها كذا كوزي اه اه كل الاثاث شوفو انتوا بعصيل حاجتها تاخذ العقل كيف وجود البراز هنا وكمان الاجمشة جدا عملية وكلها ريش فتعطي اريحية اه للاستخدام اليومي هنا عندي منطقة تي بي يونت اه طبعا فخامة الخامات وتدرجها مع بعض ببدا بكم اول شي بمنطقة المدفعة هذي كلها تشتغل بالغاز افكت حقها رائبة شوفونا بالفيديو فهنا استخدمنا النحاس وهنا عملنا والكافرينج من براند اليتس على اللغر بعدين كيف ودخول الاضاءة المخفية من وراء وانعكاسها على الاكسس ورات هنا فكرة تروح عليها اول ما يدخل المكان فكرتنا هنا بما ان المكان كبير وحبينا اننا نشتغلها كقطعة فنية فهي فكرتها زي معلقة كأنها تحفة فنية معلقة والاضاءة جاية بشكل بسيط وكيف تدرجها مع الكريستل وكمان علاقتها مع البندنت لايت اللي فوق الطاوض الطعام كلها ماشي على نفس المود وطالع قطعة فنية ونفس الوقت تعطي ارتفاع الاسكف لانه ما عندي بلوك يعني كلها مفتوحة من الوسط الطاولات طاولات رائعة عبارة عن نحاس مع خشب كمان وجود الماربل وكمان الجلد فشايفين دمج الخامات ان شاء الله تبارك الله جدا جميل ومن نسبة العناصر هنا عندي كمان شايفين كيف الماربل وعلاقتها مع الماربل الموجودة هنا العروق اللي على رمادي كمان كيف تسرنا باللون الاسود في الاكسس ورات نهاية المكتبة عملنا كلادينج وحطينا هذه القطع الفنية فكرتها انها تعطيني قلومرس لوك بأنها انترتيمت ايريا فحلو انها ريليتب للموبيز فمر جميلة يعني كثير كثير سألوا عنها كمان هي كلها عبارة عن زجاج فكثير الانعكاس مع الاضاءة رائع بالمكان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة